بالألفان وخمسة صار شوية توجه الـ LBC مش ألفان وخمسة خلان نقول ألفان وسبعة ألفان وثمانة بالسياسة عوني الهواء لك مش لا ما صار عوني الهواء بس يعني أنه أوقات أنه يمكن تكون الدفي طبشل عند عون أوقات تكون تدفي طبشل عند القوات أوقات تكون تدفي طبشل عند حدا تاني بس أنه كان صار يصير فيه تأثير أكثر للتيار بقلب نشرة أخبار الـ LBC كان فيه تأثير كان فيه تأثير يعني أكيد كان فيه تأثير بس ما كان التأثير يلي الناس بيحكوا عنه أو الناس بيقولوا عنه أو الناس يمكن بيصوروها لأبد كانت المسألة أنه بوقتها كان فيه هيدا القوة السياسية اللي هي كانت قوة سياسية كتير كبيرة اللي كانت قوة سياسية يعني فيه سبعين بالمئة من المسيحية كانوا معه للوطني الحر عمي للطيار الوطني الحر كان فيه سبعين بالمئة من المسيحيين كانوا معه وما تنسب وقته أنه شو ما قالنا بالآخر جمهور الـ LBC الأكبر هو جمهور كان عند المسيحيين صح كان كان هيدا 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 الشريحة ما فيك تغيب عنه هم هلا اوكي كان لازم يمكن شو بعرفين بحل المحلات يمكن نعطو مساحة أكبر بكتير يمكن كان لازم هي المساحة ما تكون هالآخر ممكن بس هو هاك كان السبب مراعاة للشريحة المسيحية الأكبر هلا كمان ياللي بيكون موجود بموقع كمان بيأثر شوية بهذا الموضوع ايه بيأثر شوية بيأثر شوية انت كيف كانت عالقتك او بلارة؟ انا عالقتي منيحة مع الكل لكن انا ما بعمري بقلب الـ LBC الدائلة ما بعمري اختلفت مع حدا وعنو انت بالسياسة كنت انا بالسياسة بمحل تاني بس انا ما بعمري اختلفت مع حدا اصلا انت كنت ممنوع من انك تطلع عربية من الالفان وستة لالفان وستة عش لا بالالفان وستة بعمل جنرال ميشيل عون مؤتمر صحفة بدو يزيع فيه شي سمايه وثيقة الطرحات المسيحية وثيقة الطرحات المسيحية يعني بالآخر هي كنية عن كل شي قايله كاميل شامعون بيار جميل شارن مالك بشير جميل طيب سامير جعجا هم يكون وفي لهذا الامتداد لهذا الطرحات ما عم نقول لا وهم جمعون كلنا انا عم بقول انه هاي دي وثيقة الطرحات المسيحية وقتا كان عام المؤتمر صحفة وكنت انا موجود بالمؤتمر صحفة وكان في كمان زميلنا مروان القدم وقتا زميلنا بيسألوا مروان القدم بقله إذا هالقاد حريصة عحقق المسيحيين لا ما بستعد لان العام بقى وعلق فينا مروان القدم لأ بوقتا كان فيه كمان نواب التيار عاملين حملة كتير كبيرة ع البطرق صفير فقا انا بيجي بقله انه بزيال انت عم بتحلقاد حريصة عالمسيحيين لاش نوابك عم بيهاجموا. البتراكس فير. صري عيت علي وصرخ علي. وجيت انا متل ما هني حطيتهم على الهوى. يعني كل الصريح وكل عيت. وفي الليل بعد شي كام يوم. علما انه انت بس انت واكبته قبل ما يرجع على لبنان رحت لعنده عفرانسا. عدت سبعتيان. بس ما كنت معه وقت. بس ما رجعت معه بالطيارة. بس بقيت اسبوع بفرانسا. بقيت اسبوع وقت يعني رحنا لهوني كلا حتى نواكبه بس فل انا بقيت يومين ثلاثة بانا رجعت. بس بوقتها بعد عشر ايام طلعت عربي انا بوصلة لفاق. بقلولي انت من نوع تفوت. يعني لاي من نوع تفوت. ما فيك تفوت. بأمر من الجنرال. وراحت لسنة الالفين ستعاش. بالالفين وستعاش. قبل قبل بنهرين ما يعمل رأي جمهورية. بطلع سامير جاجع لعنده عربي. بيقولولي من اللي بيسي بك تطلع عربي سامير جاجع فاق. قلت له انا ممنوع اطلع عربي. قال لا هلا بيسمحوا لك لانو سامير جاجع فاق. قلت له ندقونه نسألوه. ما بدي اطلع وقال له لفل. بقى بعرق نوية هم. وصلت لفاق. لا اطلع. طلعت. خلص الاجتماع مع سامير جاجع. ظهر سامير جاجع سرح. أنا جيدة دفل. جيدة دفل. بقى فيه طفيق وهبي كان فاق. بقى طفيق بعيط لي بقال لي ما بدك تشوف الجنرال ولو ما بكتاني ما بتصالح انتو ايه بعد يو ما بصير رأي جمهورية. قلت له اذا انا ما يعني اذا بيحب بفوت لعندو. فات وفيه عيط لي. قال لي فوت 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 فوت. بقى فت لعندو. قال لي شو بدك دلت زعلني. قلت له الجنرال ما بزع لك. بس انا اللي بشوف معك حق فيه بقول معك حق فيه. واللي ما معك حق فيه بقول ما معك حق فيه. قال لي طبيق أو دعو. اعد حدست اناوية حكي الانوية. فلصنا عتشين الساعة. بقى نسنفل. فيسبوك. صارت الصلحة. طب هو هو ميشيل عون يعني مش يعني عنده هادي العصبية اللي ما حدا فيه يقول مش موجودة كانت مع الصحفين. بس نفس الوقت ما كنت تحس فيه جانب بشخصيته. كحدة انت مختلف معه بالسياسة هالقد. انه جانب طيب او جانب ابوي او جانب ما كتير بيشوفوا العالم على الكاميرا. يعني مسلا لما يعمل هيك تصرف معك براقيك هو. بلا انه بالآخر هو بالتعاطل بالتعاطل. الانسان بيقعب يتعاطى معك بيحكي بتحدث انتوية. يعني انا لقى لك شغلي انا قبل ما يترك اسرب عبدة من مش ستة شهر او سبعة شهر. طلعت لعنده طلبت انه يشوفه وطلعت لعنده. ليه طلعت? طلعت لانه بدي 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 افهم انه شو عم بصير. اوكي. وبدى شوف انه انه كانوا كتير يخبروا اخبار انه ولا الجنرال عون ما بعرف شو بو وما بيقدر يحكي وما بيقدر صحته تعبانه. طلعت لقيت انه مفيش من كل هالأخبار. انت حتى عندك علاقة ما بعرف هلأ اشو بس في فترة من الفترات علاقة كانت جيدة بجبران بسيل. بعدها جيدة. بعدها جيدة. لعبانين فوتبول يمكن سوا. لعبانين فوتبول سوا ايه. لعبانين فوتبول سوا ايه. وكل فترة وفترة انا بروح يعني بعملو زيارة. بس هذه يعني هاي كمانة مثلا خلينا نحكي فيها شوي. العلاقة بين الصحافي والسياسي هيك نوع من العلاقة. في ناس بتعتبروا صح. في ناس بتعتبروا غلط. وانه لا الصحافي مسلا ما لازم يلعب فوتبول مع السياسي. ما لازم يتعشى عندي. ما لازم يخلق هاي دالبون. خليك شغلي. الشغلي كتير اساسية انه انت كصحافة بدك 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 تعرف شو عم بصير بالبرد. ما بتعرف. يعني انت اذا بصل حكيتها السياسي على التليفون بتفهم ما يردع لك على التليفون. يمكن يقول لك هاي طاع بدعود انا وياك حكي انا وياك لحتى شوف شو بدنا شو بدنا نخبر. بتروح بتشوف. بعدين. الحلو كتير انك تكون تقعد مع السياسي مختلف انت وياه. بوجهات النظر. انا كتير حبها الشغلة. بتقدر تتناقش ولا جبران بصير؟ تقدر تناقش بتناقش بالبدكية. فيك تناقش بالبدكية. بيسمع جبران بصير؟ بيسمع ايه بيسمع. بس له بيغير رأي وانا بغير رأيه. بميشال عون وجبران بصير مين بيسمع احسن؟ جد. لا ماني قاعد انا كتير مع 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 الجنرال عون يعني اعمل لك انه مش قاعد معه مش قاعد يعني كل اللي قاعدهم معه مرتين او تلاتة. ماني قاعد كتير معه. شخصية هيك الاروغنسي او الغرور عند جبران بصير. لكن انا بسيرها. بإل يعلك شغلات يمكن 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 شخصية نائب بصير تختلف بينما بيظهر على التلفزيون وبينما الواحد وبينما الواحد يقعض معه. يعني في. الكاميرا شوي ما بتحبه؟ في فرق disk. آه في فرق. أنا صار اكتر من واحد ايه اللي هيها في فرق بين. كنت بتشوفه على التلفزيون وبين ي Surprisingly ». معه. انتهي متى اخر مرة شفته? اخر مرة ولا ما فترة يعني اربة خمسة وشهر يمكن. اه بس مش اكتر من هيك. لا مش اكتر من هيك. اوكي. انشي اربة خمسة وشهر ايه. بقي التواصل معه. ايه عادة.